الطريق هذه تدلنا على قرية عبدالنيزي التابعة لبلدية إدلس على بغض أربعمائة كيلو مترا من تنراست طريق غير مغبدة وصعبة المسالك يستوجب عليك التوقف لأخذ قسط من الراحة من أجل الوصول سكان هذه القرية يتمتعون بكرم الضياف وحفوة الاستقبال فتجد صغيرهم وكبيرهم يغني ويصفق فرحا بالضيف القادم وجوههم السمحة تعكس قلوبا راضية رغم مغاناتهم من مشاكل جمع وأحلامهم بسيطة بساطة عيشهم فالحلم هنا كهرباء وتمدرس الأبناء تنعد فيها عدة ظروف حياة يعني لا إنارة لا صحة لا ممرض لا طبيب رغم هذا أن الحمد لله يعني الكائن بعض الطلاميذ اللي وصلوا وتخرزوا كأساتزة ومهندسين رغم الظروف هذه القاسية ونرجو من السنوطات للفت الانتباه لهذه القرية يعني خصيصا ركزوا على خصيصا ربط الشبكة الكهربائية بهذه القرية قطع الصحة يعاني هو الآخر في هذه القرية فقلة الأدوية من بين أهم المشاكل الصحية التي يغاني منها السكان في ظل تناس تام للسلطات لهذه القرية فيه مؤسسة تربوية اللي لازم علينا أن نطلق في تهيئة التاحة واليوم السفدة البلدية بغلاف مالي لإجراء ما يلزم فيه كذلك الجانب الصحي اللي لازم نعطوه عناية خاصة بالنسبة للمناطق النائية هذه وين اليوم كذلك فيه غلاف مالي لتهيئة وعاية الاعتبار لقاعة العلاج مع بناء مسكن للممرض والإناراء تجيب بوحدة طريقة أننا راح نكثفه نكثفه راح نجيبنا مولد كهرباء جديد وتكون الانطلاقة إن شاء الله في الأيام القريبة لإنزاز الشبكة ريثما تتوفر الشروط بأن تجيب كهرباء واللي تجيب مليحسن إن شاء الله فالسيارة الإصعاف هنا تختلف عن المتغارف عليها بل هي غبرة عن سيارات رباعية الدفع من طراز قديم يعود تاريخ صنعها إلى سنة 1982 ودعنا هذه القرية آملين في أن تتحقق الأحلام وتصبح حقوقا مشروعة وأن نجد قرية عبدالنيزي لدى زيارتنا ثانية في أحسن طروف ترجمة نانسي قنقر